إلينا مراسل شبكة شام الإخبارية حقيقة الشبكة المنفردة بتغطية أخبار مدينة دير الزور وريفها نشكر القائمين عليها ونشكر أيضا الأخ محمد الخليف لمجازفتي بنقل هذه الأخبار السلام عليكم أخي محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأخيه وحسين وتحية لكم والإشتادة المتاهدين جميعا مبارك الله بك كما سمعتنا تحدثنا مأساة حقيقية الأهالي لا يعلمون من أين يتلقونها من طيران النظام من الحصار من قطاع المواد الغذائية يعني حالة المشافي الميدانية مأساة ملاحقة حتى الأطباء الميدانيين ملاحقة حتى من اختصت الطبيبات النسائيات حتى تم ملاحقتهم حالة مأساوية بكل ما تحمله المعنى الكلمة من معاني وصفة كيف تصف لنا أحوال المدنيين وأيضا أبطال الجيش الحر والصامدين داخل دير الزور وخارجها بالفعل أبوحسين يعني يوقف جديد يطل على مدينة دير الزور هذه المدينة المنكوبة والتي منذ أكثر من عامين تتعرض لحملة همجية شرسة من قبل عصابات الأسد حيث قتل واستشهد المئات المدنيين من أهالي مدينة دير الزور في ظل هذه الحملة التي انتهجها قوات النظام ضد الأبرياء داخل هذه المدينة المنكوبة والتي تدمر على يد عصابات الأسد يعني قوات النظام منذ ساعات الفجر الأولى وكعادتها اليومية يعني مسلسل القصر اليومي من المتفعية المتملكزة على الجبتل بشتى أنواع الأسلحة التقيلة بالمدافع الميدانية براجمات الصواريخ بقذائب الهون بكافة تحتها التقيلة هذا القصر استهدف كافة أحياء مدينة دير الزور الأحياء الشرقية من المدينة الرصافة العمال الحويطة طبعا لا يوجد أي حي بشكل يومي يسلم من القصر كافة الأحياء يعني لا يسعنها أو لا ينهى الوقت أن نذكر كافة هذه الأحياء طبعا هذا القصر بشكل يومي يستهدف هذه الأحياء مخلفا وراه دمار كبير في عدد من الأبنية والبنية التحتية اليوم مدينة دير الزور أصبحت يعني عديمة المعالم يعني تدمرت بشكل كامل خلفت عشرات الشهداء والجرحة بشكل اليوم يعني استطعنا البارحة واليوم أكثر من ثمانية شهداء وأكثر من ثلاثين جريح جراء هذا القصر المدفعي الذي تتحقق له المدينة أيضا هناك يعني مسلسل أيضا الاشتباكات في ما تزال تجور على عدد من الجبهات داخل مدينة دير الزور طبعا الاشتباكات خاصة الأحياء الشرقية يعني وتحديدا الحي الرصافة اليوم الثوار وأبطال والمجاهدين داخل حي الرصافة ما زالوا صامدين ومرابطين في هذا الحي هم يحاولون التقدم في هذا الحي بسبب موقعه الاستراتيجي وقربه من المدفعية المتمركزة على الجبل طبعا الاشتباكات دائما استطاع التوار من تكبير حصابات الأسد العديد من القتلى في صفوف الشبيحة أيضا الحي الحويقة هذا الحي الآخر قوات النظام ما تزال تحاوله بشكل يعني شبه يوم اقتحام هذا الحي إلا أن التوار ما زالوا صامدين ومرابطين في هذا الحي ويحاولون صد الحملات المتكررة والشرسة على حي الحويقة طبعا التوار سطاعوا من تدمير عدد من مقرات النظام خلال اليومين الماضيين وسط قوات ناسفة أيضا قاموا باستهداف النفعية المتمركزة على الجبل بقذائف الهون وقذائف مدفع جهنم قاموا باستهداف مبنى فرع الأمن العسكري طبعا بحيء الرجلية بقذائف الهون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة موقعين عاددا من القتلى في صفوف قوات النظام هذا أيضا الطيران الحربي الذي كما ذكرنا البارحة ما زال مسلسل قصفه اليومي أيضا على المدينة وعلى رب دير الزر يعني من مطار دير الزر العسكري أو من المطارات الأخرى إن كان من مطار الشين أو التيفور بتدمر طبعا غالبا ما نشاهد طائرتين أو ثلاث طائرات في سماء المحافظة وهي تقصف المدنيين الأبرياء يعني كما ذكرت أنت يعني هذا القصد دائما هو يستهدف المدنيين والأبرياء والعزل داخل المدينة أو في رب دير الزر إلى الآن لم نشاهد أي غارات تستهدف مقرات تنظيم الدول دولة إن كان بريب دير الزر أو في مدينة دير الزر حفظنا على المقاطعة أخر محمد الخليف مراشل شبكة شام نريد أن نعلم يعني أو نوثق قليلا مع بعضنا البعض بعيدا عن الاتهامات هل ما زال استخدام مضادات الطيران والصواريخ الحرارية التي شاهدناها في مطار الطبقة وغير مطار الطبقة والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش الحر إن كان مضادات أرضية مضادات متطورة أين هي هذه المضادات لماذا تسرح وتمرح يعني الطيران وهناك توثيقات من حتى من عناصر تابعين لتنظيم الدولة يقولون بأن طائرة هابطت طائرة أقلعت من مطار دير الزر العسكري ولم نشاهد استهداف لهذه الطائرات تماما أبو حسين يعني هذا التساول كل اليوم أهالي مدينة دير الزر وأهالي دير الزر هم يوجهون هذا السؤال وأنا عبر قناة السوري الحر أيضا أوجه السؤال إلى قادة وأمراء تنظيم الدولة نقول لهم أين ذهبت الصواريخ التي تم اغتنامها من مطار الطبقة من اللواء 93 من الفرقة 17 أين الأسلحة الثقيلة التي اغتنمتوها من تلك مطار أو من عصابات النظام في محافظة الرقة التي شاهدناها والكل شاهدها عبر الصور وعبر الفيديوهات التي قامت تنظيم بنشرها اليوم في محافظة دير الزر الطيران يمرح ويشرح على مرأة من أهالي وأيضا نفس عناصر تنظيم الدولة ولم نشاهد تلك الأسلحة النوعية التي اغتنمها التنظيم من محافظة الرقة وهو من الأجدى ومن الأوطلة أن يقوم باستخدامها ضد طائرات النظام التي اليوم هي أصبحت ترتكب المجازر شبه يومية بحق ابناء محافظة دير الزر يعني البارحة ثلاثة أطفال بعمر الورد يعني رقد ومنشان وفخوري هذه ثلاث أطفال أعمارهم لم تتجاوز الخامسة من العمر دماء هؤلاء الأطفال سيكونون يوم القيامة وسيسأل أمراء الدولة عن هؤلاء الأطفال الذي قام الطيران باستهداف منزلهم ولم نشاهد أن التنظيم يدافع أو أن يقوم باستهداف هذه الطيران على الرغم من أنهم يمتلكون أسلحة حتى الصواريخ الحرارية يمتلكونها وإلى الآن لم يقوموا باستهدافها يعني لا نعرف إلى متى يقوم التنظيم باستهداف هذه الأسلحة يعني عندما يقتل المئات أو الآلاف من أهالي دير الزر عندما ينزح عندما ينزح أو إلى الآن أو أريد أن أذكر يعني النقطة الأهم اليوم في محافظة مدينة دير الزر والريف أصبحت المحافظة تشهد حركة نزوح يعني حقيقة مخيفة يعني هناك أفراق للثورة داخل مدينة دير الزر ومن ريف دير الزر يوميا مئات العائلات أو عشرات العائلات تهاجر من محافظة دير الزر إلى إن كان إلى المحافظات الأخرى أو إلى خارج البلاد باتجاه تركيا أو باتجاه دول الخليج نحن نناشد عبر قناتكم نناشد يعني عبر منبر قناة السورية الحر يعني اليوم قاد التنظيم الدولة أن يستخدموا الأسلحة التي اغتنموها إن كان من الرشاشات الثقيلة مدافع الثلاثة وعشرين الصواريخ الحرارية في صد أو في تحرير مطار دير الزر العسكري الذي سمعنا خلال الأيام الماضية والكل سمع عن الحصارة الذي يفرضه هناك لا يوجد هناك أي حصارة لمطار دير الزر العسكري الطيران يقلع بكل أريحية بشكل يومي يعني ثلاث طائرات أو طائرتين يوميا تخرج من مطار دير الزر العسكري دون أن يتم استهدافها حقيقة الكل يستغرب يعني إلى متى يعني ما تزال هذه معركة مطار دير الزر الذي أصبح هذا المطار حلم يعني حلم أهالي دير الزر أن يخلصوا أن ينتهوا من هذا المطار الذي دمر ونكل بآلاف من أهالي محافظة دير الزر أيضا الاشتباكات يعني ما تزال يعني هي في محيط المطار ولكن ليست تلك الاشتباكات التي نأملها أو التي ستكون التي ستكون تحرير لهذا المطار من قبل عصابات النظام هناك قصف متبادل بالقذائف المستعية الثقيلة بالرشاشات الثقيلة دون أي تقدم يذكر أيضا نقطة أخيرة أريد أن أذكرها يعني الوضع الإنساني يعني كما ذكر حقيقة يوما عن يوم يزداد سواء في ظل هذا الحصاب في ظل تقصير المؤسسات الإغاثية الإنسانية الطبية يعني الكل يعرف أن اليوم محافظة دير الزر أن الإتلاف قد حرم المحافظة بعد أن سيطر التنظيم على محافظة دير الزر نحن عبد قناتكم أيضا نوجه رسالة إلى المعاربة أن يمدوا يد العود ولو لأهالي الأهالي النازحين اليوم الذين يعانون أشد المعاناة في ظل القصف في ظل الحصار في ظل السياسة التي يتبعها التنظيم في ظل التعتيم الإعلامي الذي تشهدهم محافظة دير الزر شكرا جزيلا لك محمد الخليف الناشط الإعلامي مرافق سبكة سام الإخبارية على هذه التغطية من مدينة دير الزر وريفها ندنة دير الزر